السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل غنصتنا خذ بيدي ولا تسألني وهي البورد الثانية عشر رضوان دخلت البيت وسمعت الصوت كبار بيبشي انفرفح صاعت على ارنق مواقع وصاعت رحت عالمطبخ ما لقيتها دخلت الغرفات شفت كبار الوحدة دخلت الغرفة شفت كبار الوحدة لكن بالسماءات وحدة تصربها بصوت عالية رحت ركارت بتجاه الصوت كان بغرفة الضياء من دي تيدي اريد افتح الباب ونصدرت من شفت لونه فتحت الباب والخوف مرسوم بعينها ومنظرها كان جدا مخيف لكن صدم الاكبر من شفت اخوي وراها هجيت اتخبول بسرعة وضحت عندي الغرفة رضواني النذلي الخاسيس ولك تندق بيئوية عرضي وهجم على الضياء وطاح علي اضرب ورفس روناهم شفت رضواني هجم على الضياء انا من خوفتي شردت الغرفة مالتي وراحت على كرارت شان يبشي اخطر حضرته كأنه اريد استمد من عنده الامان وقافست على نفسي سمعت الصياحة سمعت اخواني رضوان دي يفكر كون سمعت الصياحة رضوان وهو يريد يهد على الضياء دخلت علي هاجم اتفاجئ بشكلي هاجم شنو صاير اريد افتهم انتي ليش هجش منضرج هو رضوان ليش دي يضرب بضياء ضل كرار يبشي ويدفع يريد ينزل من عندي الهاجر رضوان هي اللي تحارشت بيه اجدت الغرفتي دخلت الغرفتي وفلت الباب وفرضت نفسها علي بس انا صديته قلت لها موانا اللي اطعن باخوي وقمت من حرقة قلبي لزمتها وضربتها حتى ربها والتوب وتتجنبني ومذب نفسها علي رضوان وهي تلطم يما الله لا يفضع عليها خرابت لبيوت خلت الاخواني تعاكون من وراها يما قادت تتبلع على ولادي اما مجاجيل رضوان بغضب لك ناقص بكل عقل كل عقل غتريدي اصدقه احنا رونق تسوي هات شي ايشي بس انت متشوفها غريبا شوي يعني اذا انا المتحارش مو في المفروض انا اكون بغرفتها مو هي بغرفتي لان هي اجتني لغرفة مو انا اروح اسألها شي سوي شي سوي جاية لغرفتي رونقية تشارك وتلطم على صدفها عزب عينيه يما بس لا يصدق رب يدخي لك دخل رضوان القرفة كل الشرب بالدنيا بعيونه رضوان هاجر اخذ الكرار وطلعي هاجر اخذ الكرار ضليت تتلفت على رونق اللي وجهها انخطف رضوان بصوت عالي هاجر اخذ الولد طلعي سد الباب وراها بالمفتاح ودعي وجهها على رونق ورونق اخيزت من رحمة الله لان هذا عيونه ناوي عليها رونق وهي تقوم من مكانها وتمديدها امامه بدفاع رضوان الله عليك اسمعني قبل لا تحكم عليها والله لو هو اللي تهجم عليها رضوان هو ينزع احزامه زين اذا هو متهجم عليك ليش ما قلتي اش عندك غرفة غرفتها يا شاريفة هنا نقوقها والله شاريفة اسأل خاله هي القلت لي انضف غرفة الضياء والله شنت انضف رضوان لك سكتي عار ما رد اسمع منك اي صوت اليوم الا ربك وهجم على رونق رب الاهزام وهي رضوان بس تصرخ وتستنجد لحد ما قطع اهدومها عليها رضوان كل غضب جرها مش عفا هو شما ما على سبيل رضوان تردين بجان مو خلاص هذا الان موجود رونق لا لا رضوان لا تظلمني وتكسرني والله مظلومة اش قد شق ثوبه هي صرخة بصورة خايف لا عفا يا رضوان والله ذنب يبركبتك لا تدمرني لا لكن رضوان كان اعمى من الغلب وهجم عليها وافترسها بكل قوة واخذها وصاروا جسد واحد مع بعض لكن جسد ممنوع بالجراح رونق وهي تتوقع تتوقع على روحها بالسرير بعد ما قضع عليها رضوان حسث عليها نزل من السرير وشما مع عليها الغطى وراح للحمام كانت اغصى لاحظة على رونق انه تعرض الاختصاب من الشخص اللي بدت تثق بيه وتحتردين ما بتعتبره برب الامان لكن مع الاسف اصبحت تشعر بالخدلان بالتجاه رضوان ربني ظلمت واريتاخذ حقيا منهم قوة قمت من الفراش وانا ارجف الجسمي كله مزوركم نظار ولازم اطلع من البيت ما لي مكان بينهم بعد ما ابقالهم بالبيت صرت لعبة بين يدهم واحد يذبني على الثاني بالغلط واليهانات وما اتحمل بعد هو انا على مود منه اتحمل منه ليستاهل شنة اتحمل واسكت على مود كبار رضوان هذا هو اول واحد بهم طبعا عني وصدهم رعتك عنده وطارت لي ثوب وشاله وبدلت ملابسه بسرعة هو كان بالحمام يسبح لبزت عباتي واخذت غراض كبره بسرعة ورحت نسيت اخذت كرام منهاجه وشفت عمتي امو اطوان رونا تحت شوهية تبشي حطى اهليت الله على شاهدتك الزور والله ياخذ حقي منك ومن ابنك على السويتوبية ليش عمه مو انتي اللي قلتين نظفي قد فضياء بس ما اقول بس حسبي الله ونعم الوكيل حوبة المظلوم متروح عند الله امو رضوان يعني فوق سويتك تدعين علينا يما منك ويما الا خليه رضوان يكسر باسك بس اوك في اليرونة خليه رضوان يمج انا ما راح ابقالكم دقيقة واحدة بالبيت راح اطلعت من البيت وانا احسن ابغي بغن ربنا وهرم امو يا ضعيفة مشت للشارع العام حتى اخلي سيارة اجرد سيارة وراحت بسرعة قبل لا احد يشوفني وراحت هالبيت خال امو اول مفتاة الباب امو شما توحي ابحضنها وانا فرفحة من البشي وشافت حالتي ماتسا ولا عدو لا صديق اجتني امو وتذكر على صوتي واخذتني الحضنها امو اخذت من ايدي كرام ودخلوني البيتهم وقعت السؤال فيهم شنو سوا بيا رضان واهلا امو يا امو هذا رجلك مع الياعته بساعة عصابيه وحقه رجع ترهيك موقف يجرح كرامته كبرياء والمصيبة انا انتي قلتيها ضدك كلها ضدك والمغرف كله ضدك وعمتك وحماتك هم هم شهده وعليك هو شافتش بعين بعين اطلعين من غرفته يعني ردة فعلة طبيعية بس لا تخافين كل شيء الى حد وبتفاهمين حل كل شيء بس اهديلك شوية ودخلي سبحي هنانا وجيك متروس اثر ضرب ودم دقومي دقومي مرنطيني كروري واخذي رونا خليها تسبح وتبدل ملابسه وتهدي شوية وترتفح رضوان جنت احسن ابنها بقلبي معرفت شتونا طف فيها وبرد اه وبرد نامي اخذتها بالغصب وهي ظلت تلقاهم لكن دقاهم انا انثار اكثر واتخليني اخذها بالقوة لكن فقدت وصبت اعمى من الغضب عن سيت بها صارت بيني دية ضعيفة لا حول ولا قوة من انتهيت منها قمت وشفت بعينها الانكساء والدموع بس مو بيلي اخوي وزوجتي صعب علي مو سهل لكن معروف ليش كلامها اللي اذاني طلعت من الحمام مليتها بالغرفة وشفت بابل كانت وامفتوحة سيهت بقلبي يخمضني ورحت نزلت جواب سرعة صيحة باسمها بصوت عالي رونا خلونا قموة رضوان لا صيح لقات وناخذت ابنها وشبدة فكثنا من شرها خليت ولي رضوان بعصبية شلون تخلوها تطلع شلون شبيت شما شي جاتش اشو صرتي انتي والزمن ضدي ترى البيه كافين ومناقص وشاكل صادت فوق حتى اخذ السويتش التسيارة وتصرف عليها بس كانت نقالها بالغرفة اخير الله هاي ورحت معاها غير سهب رحت على بيه سهب تفاجرت بيه ما عندها علم عن اونق وان هنا دخل الخوف القلبي ورحت معروفة حسن وصنى من قلبي شلعت ايدي اشدع حسن بها الشعور هسب هاي اللع رونا رضوان زين ما تعرفي صديقة تعرفيها غريبة عليها سهب يا صديق اشلون ما رحت عن بالي تذكرت مروا صديقة رونا يلا شو تعرفي ويا خلي اروح على بيت هون برد كه تطلع عدو اي بس صديق ما قلت هي اللي شعب ده من البيت فرضا انا مو قلليش شعب ده صارت مشكلة بينه وبينه هي اضل عز علانا سهب شوف البخرة وهي جاي وراها يرجف عليها من الخوف في هذا الحظ مو في الحظي لو نتنتنا يا بغفا مروا فازيت على صوت الجرس الباب الولي الاولى عبالي انا بيت لكن من صحة الذكابة المصيبة وقاها مني سمعت صوت مرواان وانا قلبي وجعني ونخوف فرضوان عفي خالة خليها تلبس عبايته وتجي ويا ايلد خليني ادخل اجهام اشعر مروا اهدأ شوية خالة مو كل شي بقول لا تنسى هي بيتي يعني علق الاحترام حموة البيت لا تصيح وتعال تفضل جواب البيت وخلينا تفاهم منك افتهم منك ترى رونق اجت وهي كلش من هذا وانتو سويتوا بيه ومو شوية رضوان اقو مراي تطلع من البيت ورجل هاي بدون علمه وما يروا اقو رجالي مديدة على مراه ضعيفة بدون ما يسمع منها بالاول يعني انت حكمت بس على كلام اخوك وامك مع احتراماتي لهالبس متنة بتسويها شي سوايا رونق مثل بنتي منهم وصغر سوية مع بعض يعني ما يوم شفت منها الباطلة متربي احسن تربيه ابني كلكم راعوا وكلكم مسؤولوا عن بعيتي يعني هاي امانة ما صرت مديدك عليها فوق ما اخوك متهجم عليها يعني حقاتي شفت منكم يعني والله خطيئة مثل حالة دعون تنطي وجهه اذا زوجوا حمه وعمه كلهم داروا عليها ابربوا كل من ترين تنطي وجهه وتشتهي كلام امار والهادئ كان للا اثر المهدئة على نفسها الغلان رضوان قالها ما انكرها الناران غلطان استعجلت بالحكم بس انا شفتها طالع من غرفة اخوش توقعين تكون ردة فعلي وهو ايه اللي بغرفته ومو هو امار وابني هي قالت شن تنظف بغرفته لان هو طلب من امه تنظف الغرفة وترى خلي بالك هي لا بنت ناس لان بنت ناس ومت ربايا ما تشتكي شو جاي تسوي بها امك ترى الوالدة منشبتها المول رضوان تصويتش هي ساكتة انا وقلت لها اي واحد يضايقها بالبيت تيجي تقلي وانا اخذ لها حقها امي والله يخلي خاله هو انت هذا اول موقف واكلتها بكشورها ما تريتها تشتكي على امك ايه لك صعب وعليها هم راح الضل تدور لها عدار وهم انت راح صدك الوالدة والطيحة برأس هاي المقرودة رضوان خاله رحمه على والدي الصحيح لا خلي تطلع طلع كذوري يزحف الي وانا قبل قمت من مكاني وشيلته وفرميته مربا قبته ورفعت عيني شبهت رامنق واقرب الباب تنتظر تنتظر لي ابقها وجهها بالاخريضة مش شبهتها حاسية روحة مثل ضائعة ضائعة لاشي عزيز لقاه يعني معقولة الله بلاني ابحبها اللي ابنيها من دون البنات ليش يا ربي يلبي عمامارة في بيوم اللي يجي يريد يحب يوقع بحب واحدة ضائعة وقلبها موملكها اشتركوا في القناة